في اليوم العالمي للمرأة لا تزال النساء العراقيات يقفن حائرات جراء أوضاعهن الصعبة التي زادت تفاقما بعد عام 2003 وتحملت المرأة العراقية نصيبها الكامل من عملية النزوح الصعبة جراء العمليات العسكرية التي انتهت ولما تنتهي آلام النزوح في البلاد التي تأثرت بها النساء العراقية اللواتي قمنا بدور المعيل لأسرهن في غياب أزواجهن الذين قتلوا أو أخفوا قصريا وتؤكد وزارة التخطيط أن عدد الأرامل والمطلقات في البلاد وصل عتبة المليونين يعانين ما يعانين للحصول على فرصة عمل في ظل زياد معدلات البطالة في البلاد أمنيا لم تنجو المرأة العراقية من الملاحقة أو الحصار حيث تشير منظمة العفو دولية إلى محاصرات وعزل النساء وأطفال في المخيمات بسبب مزاعم انتباع أزواجهن أو أقاربهن لتنظيم الدولة وامتدت هذه الانتهاكات إلى الناشطات والحقوقيات حيث تعرضت العديد منهن لإغتيال على يد الميليشيات المسلحة بعد مشاركتهن بدعم التظاهرات وعملهن تطوعي على مستوى القوانين تؤكد نائبات في البرلمان أن حقوق النساء تأتي في آخر اهتمامات الحكومة ولم تحفز الأخير على الاهتمام بتعليم المرأة مبينة أنها فوق كل ذلك قامت بإلغاء الوزارة التي تهتم بشؤونها وحولتها إلى مديرية عندما أرادت تطبيق الإصلاح في البلاد فضلا عن أن البرلمان قدم قوانين مثيرة للجدل قانون الأحوال الشخصية الجعفري إذن لا تغير في واقع المرأة العراقية بين عام 2003 وعام 2018 حيث ظلت النساء رهينات الوضع الراهن الذي ذهب لأبعد مما يتصور في تحشيد الأحزاب لزواج القاصرات وتركهن بالمقابل يواجهن مصيرهن في بلاد جعلها السياسيون التغرق بالعنف والطائفية